نقرأ في الأربعين فمن كانت حجرته إلى الله ورسوله حجرته إلى الله ورسوله ومن كانت حجرته ومن كانت حجرته لدنيا يصيبها أو امرأتي ينكفها حجرته إلى ما هاجر إليه الله إباها المحدثين أبو عبد الله حمد بن إسبعيل إبن إبراهيم إبن بردزفة أبو خالي وأبو الحسيد مسلم الحجان بن مسلم الحسيري أن يسابوني في صحيحيهما الذين هما أصحب الكتب المسلمة الحمد لله رب العالمين وصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين أبين ومحمد وعلى آله وأصحامه أجمعين أما بعد هذا هو الحديث الأول من حديث الأربعين النووية التي جمعها الإمام شرف الدين النووي رحمه الله وهو حديث أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو مشهور بحديث النية وقد ابتدأ المسنف رحمه الله هذه الأربعين بهذا الحديث تأسيا ببعض أهل العلم الذين بدأوا كتبهم ومسنفاتهم بذكر هذا الحديث حديث النية ومن أبرز من فعل ذلك إمام المحدثين البخاري أبو عبد الله محمد بن سبعيل البخاري رحمه الله فإنه قد افتتح صحيحه ذكر حديث النية مع كونه رحمه الله بدأ كتابه كتاب بدء الوحي ولذلك أطال الشراح تلمس العلة والسبب في كون البخاري رحمه الله افتتح كتابه بهذا الحديث فقيل إنه أراد أن يذكر نفسه وأن يذكر القارب أهمية الإخلاص في طلب العلم وأنه لن ينال الأجر والمثوبة في تعلمه إلا إذا خلصت نيته وقيل إنه ابتدأ بذلك أي بحديث النية لكونه الحديث الذي خطب به النبي صلى الله عليه وسلم الناس أول مقدمه إلى المدينة وهي الدار دار الهجرة التي تلقى فيها الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمن وطمأنينة والأقرب الله أعلم وقيل غير ذلك والأقرب الله أعلم أنه إشارة إلى أهمية النية وتأكيد لاستحضارها في القراءة وفي التعليم والتعلم هذا معنى ويضاف إلى هذا المعنى أن هذا الحديث من أجمع الحديث معنا لذلك قال البخاري رحمه الله ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث يريد حديث أنه حديث عمر رضي الله عنه ولذلك قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله ينبغي أن يجعل هذا الحديث في رأس كل باب ليس في أول كل كتاب إنما في رأس كل باب من أبواب العلم لأهمية هو دخوله في أبواب العلم كلها ولا غرابة فإن هذا الحديث أصل في ما يتعلق بصحة القصد وسلامة النية فإن إصلاح النية وتصحيح القصد عليهما يبنى العمل ولهذا كان أعظم منة يمن الله تعالى بها على العبد أن يرزقه صحة الفهم وحسن القصد أي سلامة النية فما أنعم الله تعالى على العبد بنعمة أعظم من هذه النعمة بها يفتتح الخير ويدركه ويبلغه وينجو من الشر ويسلم منه فالنية الصالحة سبيل لإدراك المطالب الشريفة كلها سواء فيما يتعلق بالأعمال أو فيما يتعلق بالأقوال أو فيما يتعلق بالعلوم أو فيما يتعلق بالعقائد فلا يمكن أن يتم الإنسان غرض ولا أن يدرك مطلبا إلا بسلامة النية وصحة القصد وعلى قدر ما يكون مع الإنسان من إخلاص يكون له من الأجر والثواب عند الله عز وجل وقد أثنى العلماء رحمهم الله على هذا الحديث وأطالوا ذكره وبيان منزلته فاتفق ابن مهدي والشافعي وابن حنبل وابن المديني وأبو داود والترمذي أن هذا الحديث ثلث الإسلام ومعنى ثلث الإسلام أي أنه يرجع عليه ثلث ما يتعلق بما جاءت به الشريعة ما جاء به الإسلام وقال آخرون إنه ربع الإسلام وقيل خمسه وقيل غير ذلك وفي المحصلة كل هذه الأقوال تبين جليل قدر هذا الحديث وتكشف رفيع منزلته هذا الحديث شيخ المسلمين فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه لم يثبت عن أحد غير عمر رضي الله عنه وإن كان قد جاء عن جماعة من الصحابة كأنس وأبي هريرة وعلي وأبي سعيد لكن كل طرقي وأسانيدي تلك الأحاديث ضعيفة ولهذا قال الترمذي رحمه الله لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سعيد ويحيى بن سعيد هو الراوي الذي انتشر عنه هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه فإن هذا الحديث رواه يحيى بن سعيد عن محمد ابراهيم عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر فالترمذي يقول هذا الحديث لا نعرفه أي صحيحا ثابتا إلا عن يحيى بن سعيد الأنصاري الذي رواه عن محمد ابراهيم التيمي الذي رواه عن علقمة بن وقاص الليثي الذي رواه عن عمر الخطاب رضي الله عنه وكل هذه الطبقات انفرد فيها كل راو عمر رواع فعمر انفرد بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلقمة بن وقاص الليثي انفرد به عن عمر ومحمد ابراهيم التيمي انفرد به عن علقمة ويحيى بن سعيد الأنصاري انفرد به عن محمد ابراهيم ثم انتشر حتى بلغ حد التواتر عن يحيى بن سعيد الأنصاري ولهذا يمثل بهذا الحديث على ما كان أوله غريبا وآخره متواترا قد ذكروا انه بلغ عدد روا عن يحيى بن سعيد ما يزيد ما يقارب سبمائة نفس إلا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله قال وانا استبعد صحة هذا فقد تتبعت طرق طرق هذا الحديث فقد تتبعت طرق من الروايات المشهورة والأجزاء المنثورة منذ طلب الحديث يعني من أول اشتغالي بالحديث إلى وقت هذا فما قدرت على تكميل المئة وهذا ليس نفيا وهي عبارة أيضا رفيعة العمق وهكذا العلماء لا يجزمون بما لم يبلغوا علمهم إنما قال وأنا استبعد صحة هذا استبعاد ولكن ليس لم يقلوا هذا ليس بصحيح لأني طلبت ولم أجد إنما استبعاد لأنه طلبه مدة متطاولة فإنه طلبه طلب طرق هذا الحديث منذ بدايته بطلب الحديث إلى أن كتب هذه الكلمات في شرحه لهذا الحديث في فتح الباري وهذه مدة ليست بالقصيرة رغم اهتمامه وعنايته واشتغاله بالروايات والأحاديث لكنه لم يقف على هذا العدد بل قال رحمه الله فما قدرت على تكميل المئة يعني ما وصلت إلى المئة وعلى كل حال يمكن أن يكون من أطلق سبعمائة يريد الكثرة لأن العرب تطلق سبع وسبعمائة وسبعين على العدد الكثير فلعله أراد هذا والله تعالى أعلم المقصود المقصود أن هذا الحديث رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على النحو الذي ذكرت انفرد به عن النبي صلى الله عليه وسلم رغم ما فيه من عظيم العلم وغزيره الذي بلغه بعض أهل العلم أن وصف الحديث بأنه ثلث الإسلام وقد بيّن المسنف راو الحديث وهذه طريقته في ذكر الرواة ومن ينقل عنهم أنه يعرف بشيء من البست المناسب للمتن فبيّن قال عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولما ذكر البخاري ومسلم عرف بهما قال رواه إمام المحادي أدثين أبو عبد الله محمد الإسماعيل وذكر نسبه ثم قال وأبو الحسين مسلم بن الحجاج وذكر نسبه وعرف بكتابهما هذا الحديث تضمن جملتين ومثلين تضمن جملتين ومثلين الجملة ثانية هما إنما الأعمال بالنيات هذا الجملة الأولى وإنما لكل ما نوى هذه الجملة الثانية ثم ذكر مثلين المثل الأول فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله هذا المثل الأول والمثل الثاني ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه ورسوله إلى الله فيقول الحديث وضحها قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات هذه الجملة الأولى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات قوله إنما هي من أدوات الحصر في كلام العرب تفيد حصر المعنى والحكم في المذكور ونفيه عما عداه والغالب أنها للحصر المطلق هذا غالب استعمالها وقد تأتي للحصر الإضافي يعني الحصر النسبي نظير قوله جل وعلا إنما أنت منذر في وصف النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه بشير ونظير قوله تعالى إنما الحياة الدنيا لعب وله مع أن الدنيا فيها ما ليس بلعب ولا له لكن هذا حصر يسمى نسبيا أو إضافيا والحصر الذي تفيده إنما هل هو بالمنطوق أو بالمفهوم على قولين عند الأصوليين والأكثر على أنها تفيد الحصر بالمنطوق هذا الذي عليه أكثر الفقهاء والمحدثين والأصوليين وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال الأعمال جمع عمل والألف واللام في قول الأعمال للاستغراق لتشمل كل عمل فيشمل عمل الجوارح وعمل اللسان وهو القول أما شمول قوله إنما الأعمال لأعمال الجوارح فهذا بالاتفاق لا خلافة بين أهل العلم فيه وأما شمول قوله إنما الأعمال بالنيات لقول اللسان فهذا قول جمهور أهل العلم وهو أصح القولين ودليل شمول الأعمال لقول اللسان أن الله تعالى ذكر العمل وصف ما يصدر من قول بأنه عمل في قوله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون فسمى قولهم فعلا فكان القول من جملة الأعمال والأفعال كما دل عليه قوله تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه أي ما فعلوا هذه الزخرفة القولية التي يروجون بها الباطل ويزينون ويزينون بها الشر وأيضا يدل لهذا قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون قال ابن عباس في موضوع السؤال الآن الآية تقول فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون السؤال عن عمل أليس كذلك قال ابن عباس في تفسير العمل قال لا يسألون عن قول لا إله إلا الله فدل هذا على أن القول من العمل وهذا الدليل قول الجمهور الذين ذهبوا إلى أن قوله إنما الأعمال يشمل الأعمال التي في الجوارح والأعمال التي وقول اللسان ويشمل قول اللسان ولا ريب أن الأقوال بالنيات كما الأعمال بالنيات ولذلك الطلاق في كناياته وكنايات العقود والنذور وكذلك الألفاظ المحتملة إنما يحدد معناها ويبين مقصودها ماذا النية ولهذا كنايات الألفاظ في العقود كلها هي ألفاظ تحتمل تلك العقود تحتمل تلك المعاني لكن الذي حدد ذلك المعنى وجعله وجعله تلك الكلمة صالحة فيه هو ماذا هو نية المتكلم هو نية المتكلم فلما يقول الرجل لامراته أخرجي عن بيتي انتهى اللي بينه وبينك كما يقوله بعض الناس لزوجته هذا يحتمل أن ينتهى اللي بينه وبينك في هذا الموضوع فلا نقاش بعد ذلك ويحتمل أن ينتهى اللي بينه وبينك إنه لا أريدك زوجة ما الذي يحدد هذا من هذا النية وبالتالي الأقوال بالنيات كما أن الأعمال بالنيات وأما ما يتعلق بأعمال القلوب فقالوا هي غير داخلة لأن إدخال أعمال القلوب في الحديث يستلزم أن تكون أعمال القلوب متسلسلة لأن كل نية تحتاج إلى نية وهذا يلزم عليه الدور فقوله إنما الأعمال بالنيات هو في أعمال الجوارح بالاتفاق وفي قول اللسان في قول عامة العلماء وفي قول جمهور العلماء وهو أصح القولين وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات من مراد بالأعمال الأعمال المقصود بالأعمال هنا الأعمال الاختيارية المقصود بالأعمال هنا الأعمال الاختيارية وهنا نقف مع الأعمال الاختيارية لنبين ما هي الأعمال الاختيارية هي الأعمال الصادرة على الإنسان بإرادته دون إكراه فخرج بذلك الأعمال غير الاختيارية كالحركة الاضطرابية التي تكون ممن لا يحكم التصرف بنفسه أو كتقلبات نائم وما أشبه ذلك من الحركات والأعمال التي لا اختيار فيها للإنسان فإنها ليست مقصودة بهذا الحديث طيب ما هي الأعمال الاختيارية؟ هل هو كل الأعمال الاختيارية؟ لأن الأعمال الاختيارية تنقسم إلى قسمين أعمال الاختيارية عبادية وأعمال الاختيارية عادية فهل قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال المراد به الأعمال الاختيارية العبادية فقط كالصلاة والزكاة والصوم والصدقة والحج وقراءة القرآن وما أشبه ذلك من الأعمال العبادية أم أنه يشمل حتى الأعمال العادية كالنوم والأكل والذهاب والمجيء وسائر ما يفعله الناس عادة من العلماء من قال إنما الأعمال أي العبادية بالنيات وأما الأعمال العادية فليس للنية أثر فيها والصواب أن قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات يشمل كل الأعمال الاختيارية سواء كانت عبادية أو كانت عادية فإن الأعمال العادية تؤثر فيها النيات فقد يكتسب الإنسان أجراً بعمل عادي كما قال معاذ المجبل إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي فتبين من قول إنما الأعمال بالنيات أن الأعمال المقصود هنا هي الأعمال الاختيارية عبادية كانت أو عادية فكلها بالنيات وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ألباء للمصاحبة ألباء للمصاحبة أي مقترنة بنياتها الأعمال مقترنة بنياتها مصاحبة لنياتها ومقاصدها ومرادات أصحابها فما معنى النيات؟ النيات جمع نية والنية هي القصد والعزم وقيل النية هي انبعاث القلب نحو ما يراه موافقاً لغرض من جلب نفع أو دفع ضر هو لا يختلف عن ما تقدم هذا تعريفه في اللغة قيل العزم قيل القصد قيل انبعاث القلب لما يراه موافقاً من جلب مصلحة ودفع مضره والأمر في هذا قريب لكن غالب ما يقال في تعريف النية أنها القصد والعزم والإرادة والهم وهذه كلمات متقاربة المعنى يفسر بعضها بعضاً لكن عندما تأتي في سياق واحد تستقل هذه الكلمات بمعاني تميز بينها أما في ما يتعلق بالاستعمال الشرعي فإن النية هي الإرادة المتوجهة نحو عمل ابتغاء رضا الله تعالى وامتثال أمره هذا تعريف النية في الصلاح الشرعي الإرادة المتوجهة نحو فعل أو عمل ابتغاء مرضات الله تعالى وامتثال حكمه ابتغاء مرضاته وامتثال حكمه أو أمره فقول إنما الأعمال بالنيات أي إنما الأعمال مصاحبة لإرادة التقرب إلى الله تعالى بفعلها مصاحبة لإرادة امتثال أمر الله تعالى بفعلها وقوله صلى الله عليه وسلم بالنيات ألبى وما بعدها جاروا مجرور ومعلوم في كلام العرب أن مثل هذه الصيغة تحتاج إلى ما تتعلق فيه اللي يسمى المتعلق فلا بد من تقدير متعلق ليصح الكلام وبالنظر إلى ما ذكره أهل العلم يتبين أن ملخص ما ذكر في متعلق بالنيات قولان القول الأول قول من يقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات متعلقة بتصح أو تقبل أي إنما تصح الأعمال إنما تقبل الأعمال إنما تعتبر الأعمال إنما تحصل الأعمال إنما تستقر الأعمال فذكروا عندنا إنما متعلقها تصح تعتبر تقبل تستقر تحصل كل هذه معاني متقاربة فقيدوا ذلك بهذه المتعلقات وهذا قول أكثر المتأخرين من أهل العلم وعلى هذا فيكون المعنى إنما الأعمال تصح وتقبل وتعتبر بالنظر إلى ما صاحبها من النيات بالنظر إلى ما صاحبها من النيات والمقاصد نقف على هذا ونكمل إن شاء الله تعالى من درس القادم إذا انتهينا قربنا الانتهام من الجملة الأولى والله أعلم صلى الله عليه وسلم